دائما ننتظر نتائج البكالوريا المقررة يوم 20 جويلية المقبل مثل ما صرح وزير التربية عبد الحكيم بالعبد أثناء إجراء الامتحان ولكن أصداء ومصادر نقابية اليوم استندت إليها جريدة الكوتيديان دورون لدينا المقال هذا هو المقال يقول بأنه ممكن جدا أن تكون البكالوريا بعد انتهاء عملية التصحيح الرابع ونتائج كما قلت في المرة السابقة في عدد سابق بأنها نتائج مرضية إلى حد كبير هناك شبه رضا من طرف الأساتد المصححين الشعب العلمية والتقنية تحديدا أنه ممكن النتائج تصدر قبل 20 جويلية يعني حتى البعض يتحدث عن 16 جويلية فهذا نقدم هذا المعلومة بتحفظ ونسبة إلى المصادر النقابية التي أوردتها في جريدة الكوتيديان دورون فالبعض يتحدث أيضا عن نتائج كما قلت جيدة حتى الآن بعد انتهاء العملية عملية التصحيح حتى الرابع ووزير التربية كان البارح تحدث عن الدخول المدرسي المقبل كشف بأن الدخول المدرسي المقبل سيشهد ارتفاعا في عدد التلاميذ المتمدرسيين سيصل إلى أزيد من 11 مليون تلميذ وقال بأن الدولة الجزائرية تولي أهمية بالغة لقطاع التربية والتعليم والدليل حشم الميزانية التي تخصى لهذا القطاع سنويا وكشف عبد الحكيم بالعابد عن تخصيص لوحات رقمية إضافية لـ 1200 مدرسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل إضافة إلى طبع أزيد من 46 ألف كتاب مدرسي بتقنية البراي لفائدة أصحاب التحديات البصرية